الفهم المقاصدي للسنة النبوية اعداد الاستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف منبر التجديد صوت الوسطية من الاوقاف المصرية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه المبحث الاول حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كاشفا عن مكانته وأخلاقه وكثير من شمائله صلى الله عليه وسلم فهو نبي الرحمة حيث يقول الحق سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظا القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أعزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ويقول عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ويقول سبحانه واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون زكى ربه عز وجل لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى معلمه فقال أعلمه شديد القوى وزكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم وزكاه كله فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وشرح صدره فقال ألم نشرح لك صدرك وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وجعل بيعته صلى الله عليه وسلم بيعة لله عز وجل فقال سبحانه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وذم أقواما يرفعون أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ومدح أقواما يخفضون أصواتهم عنده عليه الصلاة والسلام فقال عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وجعل حياته صلى الله عليه وسلم أمانا لأمته من أن يأخذها بعذاب عاجل أو سنة عامة من عنده فقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وحين قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقول الله عز وجل على لسان سيدنا عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك حيث يقول الحق سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقد أكرمه ربه عز وجل حتى في مخاطبته وندائه فحيث نادى رب العز سبحانه وتعالى سائر الأنبياء بأسمائهم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقال سبحانه قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وقال سبحانه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وقال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض وقال سبحانه يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك خاطب سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم خطابا مقرونا بشرف الرسالة أو النبوة أو صفة إكرام وتفضل وملاطفة فقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال سبحانه يا أيها المزم القم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وقال سبحانه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وعندما شرفه الحق سبحانه وتعالى بذكر اسمه في القرآن الكريم ذكره مقرونا بعز الرسالة فقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأخذ العهد على الأنبياء والرسل ليؤمنن به ولينصرنه فقال سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن إكرام الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم أن جعل رسالته للناس عامة حيث كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة أما حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسله ربه عز وجل إلى الناس عامة فقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وختم برسالته الرسالات وختم به صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل فقال سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وهو عليه الصلاة والسلام دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وبشرى عيسى عليه السلام حيث يقول صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وذلك حيث يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وحيث يقول سبحانه على لسان سيدنا عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وهو صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع وهو صاحب المقام المحمود يوم القيامة حيث يقول الحق سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلى عليه ربه عز وجل بذاته وأمر ملائكته والمؤمنين بالصلاة عليه فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وجعل صلاته على المؤمنين رحمة وسكينة لهم فقال سبحانه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم وجعل صلاتهم عليه بابا واسعا لشفاعته صلى الله عليه وسلم لهم يوم القيامة حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أناه فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه